طبعا بيختلف على حسب الولاية يعني مثلا ولاية زي جينتاكي او مدينة انا عيش فيها ديات تكاليف معيشة هرخيصة وزي ما قلتلك في الاول ده كان السبب ان انا دورت على ولاية زي جينتاكي انا ابدأ فيها ريسيرش عشان تكاليف معيشة هرخيصة انت ممكن ان اتعيش في شهر ب900 دولار او ب1000 دولار بكتير سكنك هنا بيبقى حوال 350-450 دولار في الشهر لك غرفة لك اوضف شقة مع ناس سواء كانوا صحابك او سواء كانوا رميت انت ما تعرفونش حتى او موضوع اكلك وشربك هنا رخيص الاكل في الولاية هنا رخيص الحاجات ديت يعني اي حاجة للخضار الفواكه اللحوم كل ده حاجات سهلة لو انت تطبخ طبعا توفر كتير جدا يعني زي ما قلتك انتاكي الشهر فيها ممكن يكلفك من تسعمائة لالف طبعا الموضوع بيختلف من ولاية لولاية يعني مثلا ولاية زي نيويورك انت ممكن تلاقي السكن دل بس لوحده لو انت حتى قعد مع حد كمان ممكن تدفعته 200-900 بس سكن يعني في فرق طبعا بين نيويورك وبين كنتاكي ويمكن ليه واحد صاحبي عادت عندي في نيويورك لما كنت بعمل انترفيو كان واخد زي حاجة زي اسمها استوديو وكان بيدفع مثلا الفين دولار في نيويورك في منهاتن فالموضوع بيختلف تماما على حسب الولاية فطبعا ده يعني انت وظروفك انت تصفى على نفسك وعايز تعمل ريسيرش مع زي هارفورد وحد قبلك هناك وعايز تروح ما فيش اي مشكلة كان بنتكلم على الناس اللي هي عندها مشكلة في الماديات وعايزين يبدأهم يعملوا ريسيرش وموضوع شوية مزنق معهم او الدنيا الماديات مش كويسة معهم دلوقتي فبيحاول ان احنا يعني نقول لهم الاسعار المعيشة او تكاليف المعيشة هنا في الولاية بحيث ان هو يبقى عارف لو ربنا اراد ان شاء الله وجيه ولاية زي كنتاكي او ولايات نفس تقريبا تكاليف المعيشة زي كنتاكي يبقى عارف الوضع يعمل ازاي هنا بس اعتقد ده كده الحد يعني فتلة الريسيرش وطبعا انت ما تبقاش عارف ممكن ربنا يكلمك بعد شهرين ثلاثة لما بتشتغل والدكتور يعرض عليك عادي جدا بتحصل في ناس كتير بتبقى بعد اربع خمس شهور وبتقلب بيت بوزشان يعني ممكن يكون حد من اللاب بيمشي ممكن الدكتور يجي له فاند ممكن تخش مسلا البروجيكت ده جاي له فاند كويس فالدكتور يحط اسمك في الفاند ده فيبقى ليك مرتب والله لا تدري يعني ربنا بيمشيها ازاي فتوكر على الله وزي ما قلت حدد هدفك واسع له واعز منها كده وان شاء الله ربنا هيكرمك طول ما انت نوي خير بازن الله في البلد دي ربنا هيبعات لك كل يعني هفتح لك كل قباب الرزق والله من حيث ولا تدري ومش يعني مش هقول يعني مش انا بس احنا ناس كتير قوي طبعا لما كنا جاي هناك كنا عاملين يعني خايفين وقلقانين ومش عارفين ان الشهر الجا هيبقى عاملة ازاي والحياة تبقى هنا ازاي لمدة سنة وربك بيفرجها وما تفهمش اللي بيحصل والله بس يعني هو ربنا معاك ان شاء الله ف مش هي مش بينساك اه اتمنى ان اكون اه غطيت كل النقط الممكنة في فيديو وانا انا فعلا بيننا ان انا ارهقت اه من التسجيل اه بس والله انا كان يعني على قد ما قدرنا بالنفس اقول كل حاجة ولو انا نسيت حاجة فاعذروني اه ام طبعا انا كنت كل سنة بستاني فيديو امتار اه ام بتاع فيديو يعني فيديوهات الماتش اللي الامتار بيتعملها بعد الماتش سيزن عشان اتفرجع بتاعت الناس وطبعا عمر متوقعت ان انا في يوم ممكن اعمل فيديو ان هم يطلبون ان انا اعمل اه فيديو عن او اللي انا عملتها في امريكا او بالمعادلة من اول ان بدأت المعادلة حد وقت الماتش. فالحمد لله طبعا اه مش هدو حل لكم ولا احتاجت اي حاجة اه بقعتوا لي اسئلة انا برد على الرسائل ولو اه ولو يعني لو اخرت او حاجة فاعذروني بس فترة تزبيت ورق وكده. اه عشان موضوع النيابة وكده ووطعوا طبعا للناس النواب دلوقتي اللي شغالين وخصوصا في نيويورك. الوضع صعب عندهم اه ممكن صعب شوية بالزيادة عن مصر يعني. وربنا يكرمنا ان شاء الله جميعا يا رب ربنا يكرمكم وكل اللي بيسعى وبيزاكر تلوقتي يكون هدفه السنة الجاية. وان شاء الله احوالي بلد تتصلح. وربنا يكشف الغمة دي عندنا قريب. ادعو لنا واحنا ندعو لكم واخد بالكم من اهلكم وحافظوا عليهم في اللي احنا فيه دلوقتي ده. هم فعلا يعني يعني هم دلوقتي اللي محتاجين للرعاية دلوقتي وتاخد دبالكم منهم. وان شاء الله خير ويا رب نسمع عنكم كل اخبار طيبة. ولو احتاجتوا اعجاب تحت امركم. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.